اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله البطولة كلها وكل ارقامها مستحوز عليها النادي الاهلي الارقام القياسية كلها بتاعة البطولة بتاعة النادي الاهلي خليني في البداية بنقول الحمد لله طبعا يمكن بأنه فترة ما كنتش متواجد هنا ولكن الحمد لله هتكلم على كابتن احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر الحمد لله طبعا حضراتكم كنت ملمين بالحالة بتاعته الفترة اللي فاتت حصل تحسن يمكن انا زرته في اسكندرية مرتين بس كان لسه تحت الاجهزة في الغيبوبة ولكن حالته تحسنت كتير جدا 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 ان شاء الله هيكون افضل ابتدى يمشي ابتدى يتكلم ابتدى يعيي اللي حواليه الحمد لله رب العالمين الامور بقت احسن الاول كتير النهاردة كابتن محمود الخطيب قام بالزيارة احمد رفعت لعب فيوتشر اللي هو موجود في القاهرة في احد المستشفيات طبعا ازمة صحية ربنا يبعد الجميع عنها لكن هو تعرض لها لو حضراتكم فاكرين من 3 اسابيع كان مباراة فيوتشر مع الاتحاد في اسكندرية في الدولة العام الحمد لله رب العالمين احمد بيتحسن كل يوم عن الاول كتير جدا 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 كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طمن على الحالة الصحية لحمد رفعت وازي ما قلت لحضراتكم اللي تحسنت كتير جدا 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 واكد الكابتن محمود الخطيب على دعمه ومساندة النادي الاهلي للكابتن احمد رفعت وتمناله الشفاء العاجل وان شاء الله العودة لأسرته وناديه ومحبيه ماتش النهاردة جزء كبير جدا 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 من مشوار البطولة النهاردة مهمة صعبة عشان انت عايز تحقق نتيجة ايجابية دايما في الادوار الاقصائية دايما احنا حتى واحنا لعيبة وبعد كده الاشتغل في التدريب بتبقى مبارد ذهاب وقياب احنا دايما بنقول ايه يا ريت ماتش الزهب يبقى برا وماتش القياب يبقى عندنا لان بنقول بنقول دايما يعني ان النتائج في الادوار الاقصائية بتحسن في المبارد تاني نتيجة تقارب المستويات انت وصلت الدور الثمانية عندقول احسن ثمن فرق في افريقيا وصلوا الدور الثمانية بمناسبة احسن فرق احنا النهاردة بنلعب مع سنبا التانزاني حصلت تفرة كبيرة جدا 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 في الكرة التانزانية الفترة الاخيرة هقول لحضراتكم ارقام بس الدوري الابطال الافريقي اللي هي الان دي ابطال الدوري دخل فرقتين من ثلاث دول دخل فرقتين من ثلاث دول من مصر دخل الاهلي وبيراميد كمل النادي الاهلي ان شاء الله يكمل لحد الفاينال وياخد البطولة وخرج ببيراميد من تونس دخل الترجي التونسي والنجم الساحلي ترجي مكمل النجم الساحلي خارج دخل من تانزانيا فرقتين فرقتين يانج افريكانز وسيمبا والاثنين مكملين عشان تشوفوا التطور اللي حصل في كرة تانزانية بان على اداء المنتخب وبان كمان في الدوري الابطال اللي انا بقول لحضراتكم عليه الفرقتين اللي دخلوا من تانزانيا كملوا ووصلوا دور التمانية طب حقول لحضراتكم بالارقام برضو اقوى خط هجوم في دور المجموعات كان لفرقتين تانزانيا يانج افريكانز وسيمبا الاثنين جابوا اعلى معدل تهديفي تسع اهداف للفرقتين فالنهاردة ماتش صعب تلعب في اجواء صعبة حتقول لي ايه الاجواء الصعبة انت كل ما تشتقول لي اجواء صعبة اولا انا بقولش كده عشان اوجد مبر النادي الاهلي اكبر من كل ده وفي مقولة دايما بتتقال عندنا ان النادي الاهلي بمن حضر احنا بس بنتكلم على الملابسات والظروف اللي حوالي الماتش انما النادي الاهلي عمره متأثر بالحاجات دي عمره متأثر بالحاجات دي خلينا اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي الاول وبعدين ارجع اتكلم على المباراة تشكيل النادي الاهلي النهاردة مصطفى شبير لحرص المرمى مصطفى شبير لحرص المرمى رباعي خط الظهر محمد هاني زهير ايمن علي معلول زهير ايصر وقلباي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنع ثلاثي خط الوسط مروان عطية واحمد نبيل كوكا وعمر السلية مروان عطية احمد نبيل كوكا وعمر السلية ثلاثي المقدمة حسين الشحات انتوني مودست وبرسي تاو يبقى النهاردة شفنا مستر كولر النهاردة من التشكيل حيلعب بتوازن بعض الشيء هتقول لي بتوازن ليه بعض الشيء انت جبتها منين يعني هقولك لان الظروف المحيطة بالمباراة في منها ظروف صعبة على النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي هو بطل افريقيا النادي الاهلي خصم صعب كمان على سنبا التنزاني ولكن الظروف المحيطة من اجهاد وسيام وزي ما حضراتكم عارفين فيه غيابات كتير مؤسرة تأثر على اي فريق ففيه غيابات مؤسرة ولكن زي ما قلنا النادي الاهلي ما بيقفش على العيد ولكن احنا بنتكلم على الظروف احنا حنواجه فرقة مش سهلة فرقة اتطور اداءها جدا في الفترة الاخيرة وعلى فكرة فرقة دي كان معاها في المجموعة الوداد المغربي وفرقة سنبا التنزاني اللي تجابت برا او اللي تسجلت خارج الارض اللي يزيد من صعوبة المباراة كمان حالة الاجهاد لمعظم عناصر الفريق يعني عندك غيابات وعندك لعيبة كانت في المنتخب في لعيبة منهم اكتر من نص الفرقة لعبت ماتشين وارباعد في ظرف ثلاث ايام اخر ماتش خلصوه من 48 ساعة بالزبط او 72 ساعة وبعدين تاني يوم سافروا على تنزاني والماتش كانت ايه الاخر ماتش كانت ايه لقدام كرواتيا ففيه اجهات كبير جدا 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 مستر كولر هيعمل ايه واضح النهاردة من التشكيل انه هو حيلعب بالتزان شوية وخصوصا في نص الملعب ليه حيقفل اكيد نص الملعب مش هيفتح الماتش فيه ماتشات فيه ماتشات ما تقدرش تاخد فيها رزك عالي قوي ده ماتش المدير من ماتشات بقول لحضراتكم كنا زمان كلعيبة او كمدربين بعد كده يقول لك انا اتمنى في الماتشات اللي هي الاقصائية الذهاب والعودة اتمنى ماتش العودة عندي اتمنى ماتش العودة عندي لان ماتش العودة في كثير من الاحيان مش على طول وحقول لكم ليه مش على طول مش على طول لان لو تفتكروا حضراتكم السنة اللي فاتت النادي الاهلي جاب البطولة في النهائي خارج ارضه قدام الودات في المغرب لو تفتكروا حضراتكم بالتعادل واحد واحد والنادي الاهلي كان كسبان هنا اثنين واحد اتحسمت الامور بمكسب النادي الاهلي هنا ولكن انتهت هناك ولكن في الادوار الاقصائية دي بقول لحضراتكم النادي الاهلي النهاردة بيلعب على انه يعمل نتيجة إيجابية تفيده أو تساعده في الماتش التاني إن شاء الله وتزود الضغوض وتزود الصعوبات على سيمبا التنزان لما بنتكلم على لعيبة النادي الأهلي في المنتخب لعيبة طلعت من الماتش بتاع كرواتيا على المطار مباشرة إحنا بس عايزين التنصيق بعد كده يبقى أفضل من كده شوية ما بين النادي الأهلي وبين اتحاد الكرة ومنتخب مصر الارتباك في تحديد الموعيد ده يعني بيعمل مشاكل للفرق بيعمل مشاكل للفرق خصوصا الماتشات اللي بتيجي من اتحاد الأفريقي بعد الأجندة الدولية وللأسف النادي الأهلي هو اللي بيدفع التامن النادي الأهلي هو ولعبته اللي بيدفعه التامن لأن زي ما حضرتكم عارفين تقريبا تسع أو عشر لعيبة كانوا في المنتخب منتخب مصر مع النادي الأهلي واستسنين حسين الشحات اللي حسب واجع في العضلة الخلفية خرج برة النادي الأهلي طول عمره أكبر مورد المنتخبات الوطنية كابتن حسام حسن زي ما أقول لحضراتكم مدير فان المنتخب كان مختار عشر لعيبة من نادي الأهلي عشر لعيبة من الأساسيين أو معظمهم أساسي يعني اللي ما اتخذشه أساسي هو علي معلول وبرسي تاو اللي ما اتخذوش عشان مش مصريين إنما كله لعب الوحيد اللي ما شاركش كان مصطفى شبير وحسين الشحات زي ما أقول لحضراتكم اللي هو خرج لما حصل عنده تقلصات في العضلة الخلفية نهاردة كمان النادي الأهلي فقط جهود لاعب أساسي أنا كنت شايفه في الفترة الأخيرة من أفضل اللاعبين في مصر من أفضل اللاعبين في مصر إمام عشور فترة أخيرة إمام عيلي قوي 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 وصل لحالة فنية عالية جدا 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 وللأسف فقدناه في مباراة المنتخب وبالتالي العملية ممكن تطول شوية نتمنى أنها ما تطولش نتمنى بإذن الله رب العالمين إن إمام يرجع بإذن الله فهارة بوقت ويرجع إن شاء الله زي ما نهى هو لما نهى أو لما بيعت أنا من وجهة نظري إنه هو كان أفضل لعيب في مصر ماتش زي ما قلنا إنه هو صعب على النادي الأهلي كمان صعب على سنبا طبعا إحنا شفنا كلام كتير بيتقال خلينا أقول لكم برضو طبعا أقول لحضراتكم إن المدرب أو المدير الفني لسنبا التنزاني هو عبد الحق بن شيخة اللي هو الجزائري اللي كان بيدرب أو كان مدير فني لاتحاد العاصمة الجزائري لما وجهوا النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي لو تفتكروا حضراتكم اللي هما فازوا بيه النهاردة هما هيواجهوا بطل القارن وحامل اللقب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون الأفضلية للنادي الأهلي هو طبعا سنبا عايزين يعملوا مباراة كبيرة بدأوا في التصريح وحضراتكم عارفين دي بقى فيه تصريح كتير جدا 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 قبل المباراة والأفارقة بيجيدوا التصريحات داي ولكن فيه ملعب النادي الأهلي إحنا بنتكلم على ظروف كتير بنتكلم لسه كمان بنتكلم على الأجواء والحر والرطوبة وطبعا زي ما شفتوا حضراتكم اليومين اللي فاتوا كان فيه كمان برنامج غذائي معين ومحدد لعبة النادي الأهلي عشان ماتش النهاردة وعشان الفترة بتاعت رمضان فالنهاردة النادي الأهلي عجبني قوي مبارح ميستر كولر لما قال إحنا النادي الأهلي إحنا الأبطال ما يقصرش علينا أي حاجة ما يقصرش علينا أي حاجة حتى رمي ربيعة كان فريق قال نفس الكلام إحنا النادي الأهلي ما بنتقصرش بأي حاجة الظروف دي والأجواء دي يا ما مرنا بيها يا ما مرنا بيها إن شاء الله لعبة النادي الأهلي كلنا ثقة فيهم إن شاء الله يعملوا ماتش كبير يعدوا عقبة سيمبا إن شاء الله النهاردة بإذن الله لو حققنا الفوز وعملنا نتيجة إيجابية على ملعب سيمبا حنهدي الأمور وحتبقى الضغوط تقل شوية علينا في ماتش العودة واللي حتتصعب الأمور أكتر على فرقة سيمبا إن شاء الله النادي الأهلي يحقق نتيجة إيجابية النهاردة ميستر كولر أكتر واحد عارف فنيا حالة الفرقة طبعا إحنا معنا بعض الصور لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله حالة الفرقة النهاردة هو اختار التشكيل الأفضل من وجهة نظره هو اختار التشكيل الأفضل من وجهة نظره النهاردة لقيادة النادي الأهلي هو ميستر كولر بيبص على إنه يحقق نتيجة إيجابية نهاردة بتساعد الفرقة على الصعود رغم الغيابات اللي أنا زي ما قلت لحضراتكم عارفينها يعني وظروف صعبة كتير جدا ولكن زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي ما بيقفش عند الظروف دي عندنا في الإصابات محمد الشناوي وقاليو ديانج وإمام عشور وسامة أبو علي وياسر إبراهيم وكريستو وكريم ندفت ده دول الإصابات بتكلم على فرقة فيه اتنين غايبين كمان بس دول عشان مش متواجدين في القايمة الأفريقية عمر كمال عبد واحد ومحمود الزنفالي بتكلم على فرقة كاملة بتغيب عن النادي الأهلي النهاردة ولكن زي ما بقول لحضراتكم عندنا سخة كبيرة جدا 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 في لعبة النادي الأهلي النهاردة الظروف دي يا ما مرنا بيها قبل كده يا ما مرنا بيها قبل كده وتخطها النادي الأهلي وتخطى الأصعب وتخطى الأصعب إن شاء الله النادي الأهلي يعمل نتيجة إيجابية النهاردة تساعده بإذن الله على فيه مباراة العودة اللي هتقام إن شاء الله فيه استاد القاهرة بمناسبة مباراة العودة الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نتخطى عقبة سيمبة التلات مباريات بداية من مباراة القادمة تعد دور التمانية مباراة الإياب هتبقى عندنا في استاد القاهرة على ملعب النادي الأهلي لما النادي الأهلي يكمل إن شاء الله دور قبل النهاية بإذن الله برضو هيلعب مباراة العودة على ملعبه في استاد القاهرة وكمان النهائي إن شاء الله لما النادي الأهلي يكمل حيوصل بإذن الله مباراة العودة في إن شاء الله القاهرة دي ماتشات النهاردة اللي هتلاعب أو ماتشات دور التمانية النهاردة سيمبة والنادي الأهلي طبعا في ملعب سيمبة في يوم الجمعة 29 مارس مازمبي وبترو أتليتكو يوم السبب 30 مارس وعلى فكرة الكسبان من الأهلي وسيمبة حيلاخي الكسبان من مازمبي وبترو أتليتكو يوم السبب 30 مارس برضو يونج أفريكنز بيلاعب سانداونز ويوم السبب أيضا التراجي بيلاعب أسيك ميموزا اللي هو بطل كوت ديفوار فالماتشات صعبة صعبة جدا ومنافسين صعبين جدا يعني إحنا بنتكلم عن نادي الأهلي إن شاء الله لما يتخطى بإذن الله بإذن الله بدون معطع يتخطى عقبة سيمبة حيلاخي الكسبان من بترو أتليتكو ومازمبي على فكرة بترو أتليتكو والنادي الأهلي ما خسروش في دور المجموعات فرقتين دول ما خسروش في دور المجموعات بيترو أتليتكو أقوى خط تدفاع ما دخلش في جول فبتتكلم على مع معا عشان كده أنا بقول إيه إحنا خلاص بقى دخلنا في الجد اللي فات جد آه جد لكن ده جد الجد دي بقى خلاص أدوار إقصائية دور المجموعات كان ممكن تعاوض كان ممكن تعاوض ولكن اللي عايز أقوله كمان النادي الأهلي بطل إفريقي النادي الأهلي بطل القارن بالأرقام النادي الأهلي مخسرش في دور المجموعات ومخسرش بقى له فترة الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله تكمل على خير بإذن الله رب العالمين أملنا كبير جدا وكلنا بنمني النفس إن النادي الأهلي إن شاء الله يتخطى عقبة سيمبا النهاردة وبإذن الله تبقى المسيرة تكمل إن شاء الله فيه ماتش العودة ويكمل مسيرته لحد ما نوصل النهاية ونحافظ على اللقب ونحرز أو نجيب اللقب رقم 12 بإذن الله خلاصت كلامي لا فيه كلام كتير جدا 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 عايز أقوله في الكرة طبعا ولكن خلينا نقوله مع بيوفنا الكبار اللي حيشرفونا بعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم كابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظرو بنرحب بيكم مرة تانية عزيزي المشاهدين بنرحب من جومنا الكبار اللي مشرفيننا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم زي كابتن كلسانة والحضرك طيب كابتن أعمال الزايك أنت عمل غيره كلسانة طيب الله خليكم نور مكانك حبيب كابتن سلام عرابي زي كابتن كلسانة طيب سح وسلام كابتن عبد الرحمن مناور كبتن صني كل سلامة طيب. كابتن احمد بلاي. نورنا يا كابتن كل سلامة طيب. الله يسلم. كريم علينا كلنا يا رب. يا رب ان شاء الله وعلى بلادنا يا رب ان شاء الله رب العالمين. سريعا كابتن شريف. كنا هنتكلم عن الماتش بس لازم اطلع فاصل. وقعدين نرجع لتكلم عنه. الله واضح. طب ليس بيقولولي ليس. عندك ديئة. عندك ديئة. مش وحش. ماتش صعب ومواجهة صعبة. ولكن هو يعني دايما بنقول ايه حتى ما كنا لعيبة. الحمد لله ان في زهاب وقياب وان الاياب عندنا. كنا بنقول كده ليه? عشان رغم الظروف اللي بنقابلها في افريقيا. هم. والتغيير المناخ واللي احنا كنا الامطار والحاجات دي كلها. كنا نقول مهما حدث في المباراة الاولانية. ايه. احنا جادرين على ملعبنا. احنا نقدر نحقق بسرعتنا. اه بتركزنا. اه النتيجة الافضل على ارضنا هنا. مهما كان. مهما اتغلبنا اتنين سفر هناك. ايه. بديجي نكسب خمسة هنا. اه. اه. بنتغلب اتنين سفر. اكسب تلاتة هنا. يعني يعني قصدك ان الحسن بيبقى في المباراة التانية. لا قصد اني مفيش خسارة النهاردة. سواء الله رب العالم يا ايه كده يا هادم الاخر فقا. احنا هناك اللي لعبناه كان لدينا سابقة اهديف اه اتنين اتنين. ودخل فينا جونين يدحكو. الحقيقة ما يهما يهما لما تتعاد الدنيا كلها حرام ان يخش جونين زي دول فيك يعني. اهما. 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 يتعادلوا معاك واحد واحد في المتاني. ايه. فهو كل الشواهد هناك هما عندهم شيئات سرعات يا ايمن. وبيعرفوا جيبوا جور. وكوة بدانية. نو بيعرفوا جيبوا جور. وبيعبوا على ارضهم وسط جمهورهم. هو ده اللي انت بتلعبه النهاردة. ايه. ارضهم وسط جمهورهم. انما ما تيجي تتكلم في الفواري والامكانيات ما في لعبتك. عم ده خبرات اكتر كتير جدا. صحيح. ان هي تقدر تتعامل للنهاردة. بيزن الله. تقدر الكابتن وسامة طبعا. هو ماتش صعب. بس نعرف ان انا لو وديتك السؤال هتقعد خمس دايق مسلا. فانا لازم اطلع فاصل. انا موافق. انت كابتننا يا كابتن شعب. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع انجوم نكبار بعد الفاصل. انتظرونا. رحب بيكم وانتاني عزامي الشيادين. كابتن وسامة قبل الفاصل. كابتن شريف كان بيتكلم على صعوبة مباردة النهاردة ولكن كابتن شريف قال لك ان النادي الاهلي هيعدي ان شاء الله عقب سيمبا. وان شاء الله يحقق نتيجة ايجابية النهاردة. ما فيش شك انت كفريق انت اقوى في كل شيء. في اقوى في حيث عدد البطولات. الخبرات التراكمية اللي عند اللعيبة. طيب الصعوبات بتتمثل فيه النهاردة. تتمثل في حاجتين ثلاثة. ايه? اول حاجة انك انت في عدد من من لعبتك لعبوا ماتشين تقال. في خلال الاربع خمس يام اللي فاتوا. لهم مع المنتخب سواء كرواتيا او نيوزيلاند. وفيهم مجموعة هتبدأ النهاردة. بسفرية يعني. هيأثر عليهم اليجهة. ممكن جدا يعني ما قدرش اقول يعني هيبقى عامل حاسم ولكن ممكن هتبقى مؤسرة في بعض اللعيبة. آآ. لانهم فيه ناس لعبوا الماتشين. والنهاردة التالت. في خلال مثلا ست سبعة ايام. الترات ماتشين. ده ده عامل. طبعا ما فيش شك عامل الجمهور لسيمبا بيبقى كتير انت عارفوا كلنا لعبنا قدام سيمبا او يانجي افريكانز. وان كان طبعا لو لقيت جمهور ممكن من التنزانيا. انتوا يانجي افريكانز ممكن تلاقي بعضهم بيشجع النادي الآلي. آآ. غيابات اللي حصلة في لعيبة مهمة زي ياسر ابراهيم. آآ. زي آآ. امام عشور اخيرا مؤثر جدا في نص الملعب. آآ. فانت عندك بعض الصعوبات. ولكن برضو مقومات اللعيبة اللي عندك. تقدر تتخطى مجموع الماتشيين. وانا مع الكابتن شريف. آآ. انك مش شرط تحسن النهاردة. آآ. وكلنا لعبنا ماتشات قد كده في افريقيا. كان كتير قوي آآ. ما بنحسنش الماتش. آآ. لازم النهاردة ما مبقاش في خسارة. ماشي. لا على اي وجه. ولا اتنين واحد ولا واحد سفر ولا ثلاثة اتنين واحد. انت النهاردة لازم بإذن الله زي المار فات كده. نرجع بالنتيجة ايجابية واحد واحد. آآ. كذبان. كذبانين واحد سفر. احنا دهنا اللي بتوقعه. في اخر الماتش النهاردة نخطف جوله. يا رب. يعني هو ده بس البوينت يعني. هو قصدك ان الماتش التاني حتى لو انتهت النتيجة باي نتيجة النهاردة الموراة. ناتي لقالي قادر على طاوي. الحسم في المباراة التانية. انا اقصد ان الحسم في المباراة التانية. يعني انا مع كبت انشري في انه جزئية انك انت النهاردة بتحاول انك تكسب. ويبقى هدف عندك كبير قوي. او تحقق نتيجة ايجابية. وده وده المنطق عند ميستر كولر واللعيبة. ده مش هو مش رايع عشان يخسر ورايع عشان يكسب او يتعادل بنتيجة ايجابية. لكن انا بتكلم في ايه انه انه الماتش مش هيتحسن في التسعين ديئة بتاعت النهاردة. صحيح. الحسم هيبقى ان شاء الله في القيارة. فعشان كده لابد نحاول نعمل نتيجة ايجابية. بإذن الله رب العين. تسهل لنا الامور في القيارة ان شاء الله. وتصعب الامور على سنبا ان شاء الله. بإذن الله رب العين. طيب نقول لتشكيل فريق سنبا. هيبقى ايوب لكرد لحراسة المرمى. رباعي خط الدار محمد حسين. تشيم مالون. انونجا. وكابومبي. قدامهم بابا كريسار. وقدامه رباعي خط الوسط. نتيبة زونكيزا. نتيبة زونكيزا. فابريس انجومة. ساديو كانوتي. كلاتوس شاما. وفي المقدمة دينيس كيبو. يبقى على الورق. بيلعبوا اربعة واحد اربعة واحد. وبتتحول في اوقات كتير عندهم مرونة تكتيكية. ومعهم زي ما قلت لحضراتكم مدير فني كفقة عبدالحق بن شيخة. بيحولها لأربعة اربعة اتنين. في اوقات كتير من المباراة. كابتن عادل. كابتن اسامة قالك صعوبة مباراة اليوم تتمثل في حاجتين ثلاثة. ولكن النادي الاهلي تخطى اكتر من كده في مواقف سابقة. اكيد يا كابتن. لكن خلينا نتكلم على انت الأكثر تاريخا. ولكن الأقل في الوقت الحالي في حتة المشاكل اللي جوه الفرقة. كإصابات اول حاجة. اتنين. الإجهاد. تلعب ماتشاة. تلاتة. تنوع البطولات اللي انت بتلعب واهدفها. أربعة. السفر. خمسة. السياب. تمنتاشر يوم من رمضان. فانت بتتعدى فيها بتنزل أقل. مش أقل من عناصر عندك العضلات والحاجات. بتنزل حوالي تلاتين. دكتور رحمة الجبالة كان ليه تصريح بيقول من يومين ان فيه برنامج غزائي محدد لكل العيب تقريب. اكيد. ولكن برضو بتقل حوالي خمسة وعشرين لتلاتين من الحيوية بتاعتك. وبالأخص انت أخدت أكتر من مباراة قوية جدا. كعناصر أساسية النهاردة في النادي الأهلي. أكتر من عنصر كانت في المنتخب. اتمرن كتير قوي. الحاجة بقى المهمة اللي أنا عايز أقولك عليها. ان كمان انت بتلعب فرقة في الوقت الحالي تموحها عالي قوي. ويمكن الحتة بتاعت التعادل معك هنا وهناك الدوم ثقة زيادة. فانت النهاردة يجب انك انت تلعب بحذر وحذر كبير قوي. أنا معكبات طبعا المجموعة المبراطية. هخلينا نلعب بتجاري شوية. بمعنى هي. أنا مش محتاج ان أنا أنهي من هناك. مش محتاج أنهي من هناك. أنا محتاج أقف على رجلي. محتاج أدفع كويس. محتاج أن أنا أعمل السناليو اللي هو أحافظ. وبعدين ممكن أكسب. لأن النادي الأهلي لو حافظ على النتيجة. ولاب ناحية دفاعية يا كابتن عيمن. أتأكد وهات أي مباراة النادي الأهلي لعب فيها. فالنواحي بدأ في نواحي دفاعية. ماكسبش المباراة. لازم يكسب المباراة. ليه؟ لأنه مش متوقع بيخلي البلانة التانية بتاع الفرقة يطلع بسرعة. أنا بقولك أن الفرقة أنت بتتكلم وبتقول الشيخة بيلعب أربعة واحد أربعة واحد. سعب بيحورها بأربعة اتنين. وهو كمان بس كنت أنهو كمان أنا شفته في أكتر من مكان بيحولها أربعة تلاتة تلاتة. تلاتة مزبوط. ليه؟ لأنه هو عنده أطراف سراع وعنده رأس حربة قوي حجام. يعني أنت بتتكلم في أنهم من أكتر الفرق تهديفيا في الدول المزمعات. هم أكتر الفرق تهديفين هما وينجا. يعني فرق بتعرف تجيب جهون. أقدم نظر عن أنهم كذبوا في مباراة ستة. ولكن مباراة من ضمن المباريات. يعني عدد أهدافهم عدد عالي. يعني إحنا لما نجي نتكلم عليهم بإيجابية في الحتة الهجومية نقول صعبية. أنت عندك بقى في الحتة الدفاعية. ولكن عندهم مشاكل في النواح الدفاعية. طبعا ما هو ده اللي أنا بقولولك دائما ما فيش فرق أفريقية من أفريقا السامرة. بيبقى عندها تفاع كويس وحجوم كويس. حتى سان داونز من أحسن الفرق في أفريقيا دلوقتي. يمكن يكاد تكون هو والآله أحسن فرقيتين في أفريقيا. سان داونز عندها أفضل نص ملعب وحجوم وعندها تفاعس سهل جدا. تحس أنه يجيب جهون كتير ويدخل فيه جهون كتير. هي دي من الفرق برضو اللي ممكن يجيب جهون وممكن. فإحنا عايزين نستفز فيهم حتة أنه هم عايزين يجيبوا أهداف كتير. إحنا كفرقة تقيلة عندنا خبرات ممكن نكسب. إن شاء الله ربنا. كابتن بلال أبنا منروح للتشكيل بقى رؤيتك الفانية لمبارد النهار. طبعا مباردها صعبة مما نشك فيها كابتن. على الفريتين. آه طبعا على الفريتين. على سيمبا طبعا قبل ما يكون على النادي لحي. على سيمبا لأنه هو مطالب أن يحقق نتيجة جيدة. ونتيجة كبيرة خد بالك قدام النادي على ملعبه لأنها دي الفرصة الأنسب بالنسبة له. تلعب على ملعبك في أول مباراة خد بالك. أول مباراة دي سلاحزوا حدينك كابتن. فهي مقصدي؟ خد أنت ما تفتكرش أن المباراة سهلة لك على النادي لها عشان بلعب بره. لو لا قدر لو مثلا تغلبت بالنتيجة عالية شوية هتبقى الأمور هنا متأزمة. هو كمان صعب عليه لأنه لو ما كسبش تمام أو تعادل أو كسب بنتيجة اثنين واحد مثلا أو أو كنام ده كله. ممكن أنت هنا في القيارة طبق الأمور صعبة بالنسبة له جدا. فالمباراة الأولى مباراة صعبة على الفرقتين. مباراة سلاحزوا حدين. هتروح تشتغل إزاي هناك. وأنا بشوف أن أصعب مباراة في النوك أو تهي مباراة الزهب. مش مباراة العودة. لأن خلاص مباراة الزهب لو أنت مغلوب خلاص أنت بتعمل تاكتك هجومي باحت وتشتغل ضغط عالي وخلاص لو أنت مغلوب يعني. لو أنت كسبان بتلعب بالنس شوية وبعدين بتحاول أن أنت تستغل لعجمات المرتدة. فالمباراة السهلة بتبقى على ملعبك. سهلة في التاكتكس بتبقى عندك بتبقى واضحة. الأمور كلير بالنسبة له. لكن المباراة اللي هناك بتبقى مباراة صعبة جدا. أنت النهاردة ككاكولر هتروح تعمل هي. أنت عندك يعني أفكار كتيرة جدا جدا عايز تنفذها. طب أنا برضو مش عايز أروح هناك يعني ألعب دفاعها نص ملعب فيبتدي هم يمسكوا الكرة فيضغطوا علي في واحدة عرضية كرة عالية يسجلوا هدف. فالأمور تتعقد بالنسبة لي. هضطر أن أنا أميل شوية للهجوم في الخطوط. هو الأمور بتبقى صعبة. أنا رأيي الشخصي تمام؟ في مباراة اللي زي المباراة دي أنك تلعب بأسلوب متوازن شوية. ممكن بأسلوب دفاعية. الرزق مش متوازن، مزيد، المェت buds. بأن البالانس يتayed إلى الاسترار. لا يعني ألعبش 4.3.3.3 بات 3.3% في نص ملعبا. رأيي الشخصي يطير في وقت من الأوقات عند القدرة على الاستحواز آخر. يطير في وقت عند القدرة على بناء tenha هجم. يطير في وقت من الأوقات يطير تقديم قدر على هنا تجربة الشخص الإجانة وعيandom التجربة اللى تغيرا. يطير في نص ملعب عنده القدرة الهجومية. اللي قدر يكمل في الحتة اللجمية تحت التلاتة الفرعودة لازم دي ما تبقى مطلوبة جدا الفرق الكبيرة اللي بتكسب البطولات ما بتملش للأمور الدفاعية البحتة قوي فعشان كده أنا بتمنى النهاردة يعني التشكيل الحركب هتقوله دلوقتي لكن فأنا بتمنى أن الموران النهاردة يبقى فيها توازن من النادي الأهلي تستغل الهاجمات المرتدة السريعة لأن أكيد النهاردة هيبقى فيه ضغط في وقت ملقوات من سيمب على فرقة النادي الأهلي وضع طبيعي بتلعب في معلعبك وعايز يخلص الجيم برضو من بدل وبلعب قدام النادي الأهلي فلازم تستغل في الحاجات دي الـ counter attack طبعا لازم تستغلها لأن دي بتبقى الفرص المتاحة المؤكدة بالنسبة لك كفرقة بتلعب في الزهاب فأتمنى الأهل يستغل الحتة دي نهاردة السؤال هنا المهم هو الأهل يستنى يشوف سيمبا يعمل ايه ولا هو اللي يبادل طب نقول الفرقة الأول نقول التشكيل الفرقة كابتن شريف مصطفى الحرس المرمى رباعي خطر محمد هاني علي معلول منع مرامي سلاسي وزي ما قال كابتن بلالي ممكن الاتزان واضح النهاردة بالتشكيل يعني أحمد نبيل كوكا مروان عطية عمرو صلايا في نص الملعب تلاتة اللي قدام حسين الشحات برسي تاو أنتوني مودس رؤية ميستر كورر من خلال التشكيل معنا مين برا؟ لا حيكبهم لنا عايزين الاحتراطي بعد ازنو بتع السؤال الأول ها بابت تتريب معليش عشان دي الوقت مش أنا مش عايز السؤال أنتو المفروض إحنا إحنا كلنا نبتع السؤال اللي هو هل الأهلي النهاردة يستنى يشوف سيمبها يعمل ايه ولا يبدأ هو لا ما انت المبادر لا أنا عارك أقول لنا لا اتفضل لا إحنا دايما الفعل وبعد ما تشوف الفعل بتاقيه مش واخد المجريات قوي وهم زي ما انت قلت سراع وعملين دوشة برجع تاني بالنفسي برجع تاني والن نفسي يعني الفعل يعني انت هتبدأ المباراة ضغط على الفرقة دي من قدام لا مش هارجع نص ملعبي واستنىهم يقول لغاية نص ملعبي أنا لازم على أقلق بطلتين ملعب بشوفهم يعني مش هديله حرية ان البتليفت والباكرايت يبني هجم عليها طب خلينا نتكلم من خلال التشكيل خلينا نتكلم من خلال التشكيل خدت بالك فت علي معلول ومحمد هني هما النهاردة ومحمد عبد المنع الموران ربيعة دول أساس عنوان المباراة النهاردة معهم مصطفى شبير بيجي موراهم مروان عطاية كويس أحمد نبيل كوكة هدف الموط طب بالنسبة لا أولي أنا حاولك بس انا عايزة امشي بسيمترية ما نحكلم على حاجة معينة علي معلول ومحمد هاني الواجبات الهجومية بتاعتم حيأدوها زي ما بيأدوها هيا مثلا هنا في مصر طب انت هتلعب طبيعي جدا النهاردة انت لازم يكون لك سبق تهديف بإذن الله زي المرة اللي فاتت انت طول ما انت عندك الثقة على الفرقة اللي بتلعبها قدامك وقبل كده كان عندك الثقة يا ايمن لازم يكون لك الوجود انك انت يبقى لك التهديف التهديف انت ما بتجيب اول هدف لك الدنيا كلها خلاص المشاكل كلها بتبقى عندهم هم مش هتبقى المشاكل عندك انت اللي يخش فيك هدف في الاول انت مش هتعرف توازن هتقول هو انا لعبت مودس صحت النهاردة ولا اغاير بقى مودس وانزل مش عارف بمين انا عندي مش عارف مين برا اطلع برسيته ولا ادخله جوه انت دايما عندك هدف واحد بس انك انت النادي الاهلي اللي ليه صدق التهديف في اي مباراة بتلعب جوه زي بتلعب برا انا بتكلمك بجد انما انت حتصدر لنفسك مشاكل انا حشوف الفرقة اللي قدامي بتلعب ازاي ونعمل الاستراتيجية بتاعتي عليها او الميكانيزم بتاعي عليها من خلال تشكيل تعامل مستر كولر مع ماتش النهاردة كان كابتن عادل وكابتن شريف كابتن شريف لي وجهة نظر ان الاهلي لا هو اللي ياخد المبادرة انا وجهة نظري مختلفة شوية بوس فيه ماتشات كتيرة عيما الطبيعي والمنطقي الاهلي بيلعب مبادر في 90% من ماتشاته سواء برا او جوه وحتى احنا وانحنا بنلعب كان كده بس فيه ماتشات لابد انك تكون عندك صب شوية لانك انت عندك ماتش عودة دي وجهة نظر الشخصية يعني لازم يبقى النادي الاهلي لامم خطوطه في نص ملعبه لازم انا عايز اقولك ايه بلغة الكرة كده يزهق سنبا شوية انه ما يوصلش لجنة بسهولة ما يبقاش فيه مساحات مخترقة من ناحية علي معلول من ناحية محمد هاني فيه تزديد لازم يضيقوا انه يوصل لمصطفى شوبير بس هيا الفكرة في ايه انا ما قادرش اعمل كده طوال التسعين ديئة لان لو قادرش اعمل كده طوال التسعين ديئة هتلط يعني هتلط وهيحصل هي الفكرة انك انت لما تستحوز تقدر تعمل هجمات سريعة وخطيرة لانه هما هيبقى عندهم خلل في الخط الخلف لانه هيبقوا متقدمين وعايزين يوصلوا لجنة المصطفى لانه بلعبوا على ملعبهم ويجيبوا جوان فهيبقى فيه مساحات وعدم توازن في الخطوط الخلفية مصبوط فهي بقى الفكرة انك انت لما يكون عندك صبر وتحافظ على الخطورة التي تبقى على مرمى مصطفى شوبير وتدايقهم بمعنى بالمعنى بتاقرة القدم يعني تدايقهم بس ازاي تستغل بقى برسي تاوه ازاي تستغل حسين الشاحات ازاي تستغل مثلا واحد زي عمر سلايا يكمل معهم يقدر يسدد هجمة مرتدة سريعة يعني تبقى حاجات علي معلول في فترة يقطع وكوكا يبقى مكانه شوية قابل يعني ناقصه تقدر تتحول من الدفاع للوجوم بسرعة كبيرة صحيح والله لو لقيتهم هم بقى فرقة مفككة وكده اصعتها امتدى فكر ان انا ممكن هيجيلي وقت ان انا هادغطهم لكن لازم الاول اكون متحافظ شوية طيب كابتن عادل رد بقى سيد على السؤال لا السؤال هو هو المطش النهاردة لا هو السؤال هو المطش النهاردة اي فرقة بتروح تلعب بره المباراة الاولانية المدرب لازم بيشتغل على شقي 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 الاولاني انه يطلع بنتيجة ايجابية علشان المباراة التانية فبيحط ده شوت وده شوت النتيجة الايجابية ايه من وجه نظرك ما هو ده ده بقى السؤال اللي انا سألت يستنى فعلهم وبعدين يعمل رد الفعل ولا هل هو اللي يعمل الفعل انا بقول اللي احنا اتكلمنا فيه عاوز نتيجة ايجابية في الوقت ده اعمل توازن خليه هو اللي يبادر بس انت دافع الاول دفاع كويس هل التعادل بدون اهدف نتيجة ايجابية افضل حاجة افضل اه كابتن من جوه دي كان ليه مقولة زمان كان يقولك اسوأ نتيجة ايجابية تعملها بره اتعادل السلم كابتن كابتن عيمن في حاجة مهمة انا لو ريال مدريد بيلعب اقل فرقة في العالم وريال مدريد عندها مشكلة في الوقت ده بيتقرب المسافات ما بين الفرق والفرق كويس انا السفر سفر النهاردة بالنسبة لي انا مرضي للغاية ايه رأي بقى هي نتيجة ممكن ما تكونش كويسة لا مرضية اقولك حاجة انا بلعب على المطش التاني عشان الظروفي صعبة انا بكلمك في تنوع بطولات حصلت كابتن ايمن في تنوع انت بتتكلم في لعبتك رايحة بتلعب كرواتيا وبتلعب مطش قبليها نوزلاندا ومطش قوي جدا وبعدين يروحوا يسفروا وبعدين تيجي من طريقة مدرب لطريقة مدرب تانية ده فين ده المخي استقع بالكلام ده عشان كده بقولك انت عندك صعوبة النهاردة كبيرة انا لو طلعت متعادل النهاردة انا بقى مبسوط نتيجة باي جدا فوق ما تتخيل انا عايز محدش هيسألني على انا عملت ايه مع سيمبا في المباراتين هل انا صعط ولا ما صعطتش مع سيمبا هو واضح من التسكيل وخصوصا في نص الملعب انهو بيلعب بالتزان شوية وانت قلت على الطرفين هل هيجمو ولا لا الطرفين عارف يعمله ايه هيلعبوا في النص بتاعهم بس اطلع وهاجم والعب طيب كابتن بلال اخيرا السيناريو المتوقع لبداية المباراة والشوت الاول بسفعة اه كابتن بس خاني اجاوب على السؤال كابتن عادل سريعا في دقيقة بالضبط الفكرة كلها بتمبني على الفرق القدامك كنت شايفها ازاي هل شايفها هي اقوى منك تمام فبالتالي انت هتنتظر وممكن تبقى رد فعل في بعض الاقوات ولا هل ممكن يبقى في توازن في الاداة ممكن ما تكونش سايفها اقوى منك بس ممكن تشعر ظروف المباراة صعبة ايوما انا بتكلمها ظروف المباراة يعني ظروف المباراة يعني انا شايف فرق القدامي في الوقت الحالي افضل مني تمام ولا لا انا جاهز ولا لا تمام هم اقوى مني في الوقت الحالي ولا لا وبناء انا علي انا ببني وفي ناس بتعمل في مدربين بيعملوا يعني هاجم يعني انا اول ما همسك الكرة هشتغل على واحد اتنين اوصل فممكن يبقى ده من فكر برضو كولر النهاردة في المباراة انا متوقع النهاردة الاهلي هيدافع من نص الملعب تمام هيشتغل على الكرات السريعة تمام بس انا بقدر الامكان اتمنى ما يكونش فيه ميسباس كتير النهار اتمنى ان احنا نخرج بالكرة بشكل سالس النهار لان التلاتة النهاردة كابتن اوسما الان يواجدين في ملعب كلهم يعني بيتمايزوا بالحطة دفاعية اكتر من حطة لجمية ايو ممكن يكون شوية السلية بيكمل ولكن مروان واحمد نبيل كوكا وعمر السلية التلاتة بلعبوا على لاين واحد وديها تبقى مشكلة النهاردة في الخروج بالكرة ازاي تخرج بيها انت تمني بقافشة فوزتيهم اه بالظبط ايه هو ده اللي ممكن يعمل البرانس اه ده اللي ممكن يعمل البرانس تستخنى عن راس حرفة اه انت بتكلم لو احط اجناج لكن كده كده انما هو كده بالتشكيل ده انت هتشتغل على الاسباد اتاك او الكاونتر اتاك اه يعني شايد ياخد الريسك من البداية لا ما عطفش مفيش اللعيبة مش موجود اوه بص اللي تديك اللي بتتكلم على لعيبة نصف الملعب الموجودين في اللي موجودش جيد الله اعلم هو بصر كولر يعمل في البداية انه يهاجم ويضغط عشان يعمل زي ارهاب للفرقة التانية ممكن يفكر كده انه في الاول يحاول يضغط من قدام عشان يرمو بعد كده يبتدي يتراجع تاني بس احنا بنقول وجهة نظرنا انه هو اللي شايد بقى الافضل انه يكون يعني ايه لامي من نفسه اكتر وقرب في الورا وهو ده اللي عاملو النهار بس هي الفكرة اللي عالها بلال هي دي المهمة بقى ازاي تطلع بالكورة بعد ما تقطع ازاي توصل بقى لناحية للمرة احنا محترين وعملين نتكلم والحاجات دي انا بكلمك على المدرب في الوقت الحالي هو اللي شغال عنده كل المعطوات اللي في دماغه دي فعنده جهاز بيشتغل به ممكن نكون احنا شايفين حاجة صح وهو شايف حاجة تانية احنا فكرنا انه صح انت فاكر ان انت عندك نواقص برضو دي عندك نواقص انت عندك لعيبة الشناوي رغم ان المصطفى بيقدى اداة جاية بس الشناوي برضو اسم كبير عندك مام عشور عندك ياسر ابراهيم عندك لعيبة تقال لعيبة كبار جدا مام عشور هل الشحات عنده جاهزة او لا احسن برضو برضو اعني ده راجع من انشاء اه انا مش عايز اداء في المرشات اللي زي دي انا اتمنى اصعد انا انشاء الله كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي تحيي نتيجة ايجابية في تنزانيا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهاية احداث الشوت الاول انتظرو